لو لسه ما تفرجتش على الفيديوهات بتاعة الشرح بتاعة lesson one فاتفرج عليها قبل لما تشوف الفيديو بتاع الهومورك هتلاقيهم موجودين عندك برضو على اليوتيوب سايبلك اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن فيه ناس دلوقتي تفرجت على الفيديوهات بتاعة الشرح وقابلهم مشكلة كبيرة جدا يقولوا لي يا مستر احنا مش عارفين نحل الموضوع ده بيحصل معنا كتير احنا بناخد اي مادة ونفهم كويس جدا الليسون بتاعنا لما نيجي نحل الهومورك ما بنعرفش لما نيجي نحل الكويز ما بنعرفش يا ترى المشكلة فين؟ هي مش مشكلة ولا حاجة هو الموضوع كله ببساطة ان انت بتدي لدماغك وقت كبير جدا عبل ما تيجي تفكرها بالمعلومات تاني مش فاهم يا مستر قصدك ايه؟ قصد ان انا شرحت لك الليسون ده من 3 تيام حضراتك جاي تحل عليه بعد 3 تيام بيقولولنا كده في علم معين ان احنا بننسى 80% من المعلومة بعد 3 تيام يعني حضراتك لو الدرس مثلا 10 صفحات انت بعد 3 تيام نسيت منهم 8 فاكر 2 بس فتوقع الاتنين دول هيساعدوك تحل كل حاجة؟ مستحيل؟ طب المفروض نحل المشكلة دي ازاي مستر؟ ان احنا لما بنذاكر الحاجة بنطبق عليها على طول الحاجة اللي ما بتخليش اي بني ادم ينسى هو ان حضراتك تعمل حاجة اسمها تتضرب اتضرب ازاي مستر؟ لو احنا في حاجة زي الكامستري اتضرب بالاسئلة اللي هي الهومورك اتضرب بالكوز فارجوك ما تسيبش الهومورك بتاعك لما تيجي الحصة اللي بعدها السلام عليكم حبيب قلبي طلاب تانية سنوي في انحاء الجمهورية كلها يارب تكونوا بخير وصح يا شباب مستر هيكتب متاحة؟ ايوا كتب متاحة تقدر تطلبها؟ من الرقم اللي هيزهر قدامك دلوقتي؟ كلموا على الواتساب قولوا ان انا عايز الكتب الكتب بتاخد لها مثلا مثلا ماكسموم خمس ايام لابعد المناطق احنا بنشحن مصر كلها يعني ما تقلقش فاخلال خمس ايام عمل من شركة الشحن اللي احنا بنشحن معها يعني هتلاقي الكتب ايه وصلت لك تانية نقطة عايز اتكلم معك فيها مستر هي فيديوهات الشرح فين؟ احنا كل مرة هنقول في اول فيديو الواجب نرسل نقطة فيديوهات الشرح بتنزل فين؟ على الويب سايت اشترك في الويب سايت ازاي؟ هتلاقي فيديو في الديسكريبشن تقدر تتفرج عليه هتعرف ازاي تشترك في الويب سايت طب فيديوهات الواجب فيديوهات الواجب بتنزل هنا على طول على اليوتيوب نسمي الله بقى كده حبيب قلبي ونصلي على حبيبنا المصطفى ونروح نشوف انا وانت الهومورك بتاع لسون وان سوبتر وان بيتكلم عن ايه؟ هو طبعا احنا عارفين انه هو بيتكلم عن كام عالم يا مستر؟ ستة علمة الستة علمة اللي موجودين حبيب قلبي دول كانوا فكرني بيهم كده فكرني يلا كان مين؟ ديموكراتوس ايوة ومين كمان؟ وبعده يا مستر كان اريستوتل ايوة وبعده كان فيه علم اسمه بويل وبعد كده واحد اسمه ايه؟ دالتون دول خدناهم مع بعض فيديو بعد كده مستر كان عندنا تاماسون رازرفورد دول كانوا فيديو ودول كانوا اللي عاملين تجارب وعملين ليه للكبيرة اوي دالتون كان عمل ايه؟ دالتون كان اكتشف حاجة يا مستر اسمها اتو جدع وقال ان الاتوم مالها ارجو منك لو انت بتتفرج على الفيديو ده ومعاك دلوقتي الكتب بتاعتك ففي معانا نوتة مكتوبة عليها صاحبك الجدع ايوة صاحبك الجدع بقولك احنا عمل للكم ما لازم السنة دي يعني حاجة فوق العظمة فيش اسهل من كده تمام؟ ومعاك كمان صاحبك الجدع ده صاحبك الجدع ده انت بتعمل في ايه؟ بتكتب تلخيصك للليسون زي ما انت شايف اكنك بتذاكر وتبعتهولي واحسن تلخيص بيكسب معانا يعني الشباب في السنتر نفس القصة وانتو كمان حباب قلبي في الانلاين نفس الموضوع بس كمان مثل لا بتكتب فيه كمان كل سؤال يوقف معاك في الواجب او في الكوز عشان يكون ريفرنس ليك لما تيجي مثلا عندك اجزام ولا حاجة لو انت عندك اجزام فانت عايز تفتكر الاسئلة اللي وقفت معاك فانت مش لازم ترجع لما لازمت الواجب كلها وتعط تقلب فيها لا 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 مثلا انا وقف معاك السؤال الاولاني فانا مقسم لك صاحبك الجدعة دي على حسب الليسونز بتوعد خلاص يا مستر يبقى انا في الليسون الاولاني وقف معاك السؤال ده فانا كاتبه وكاتب اجابته وكاتب شرح المستر والطريقة اللي انا فهمت بيه تمام؟ وفي نفس الشابتر اخر صفحتين كده تلخص فيه الليسون بطريقة شيك وتبعتها لي ولو حلوة هتكسب ولو حلوة انا هقولها باسمك في الفيديو يعني انا هتصور شرحك للناس كلها هتتفرج عليه حلو واحط صورتك جنبي يعني هابدر حاضر صورة الحد اللي هيكسب معاك ده جنبي وعد اتكلم معاك تمام؟ طب يلا بينا كامستر نفتكر مع بعض اكتب بقى التلخيص عشان خلي التلخيص قدامك واحنا فاتحين مع بعض الهومورك عشان نحل مع بعض يلا مستر دالتون قال اتوم وقال ان الاتوم مالها حلو بعد كده اريستوتل لا 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 ده رفض فكرة مين؟ رفض فكرة دالتون وقال لك فور فوندامنة air dust water fire بويل رفض فكرة اريستوتل وقال ان في حاجة اسمها الالمينت وكان كلمتين الالمينت ده بيور سيمبل بعد كده كان دالتون دالتون جاب فكرة بويل وفكرة ديموكراتوس وقال لك يبقى الالمينت بيتكون من حاجة اسمها اتوم وكنا بنقول ان دالتون هو الرجل اللي عامل ريفايف لديموكراتوس عايدية رجع تاني فكرة ديموكراوس إنما بقى الحلو اللي اسمه طيب هو كادلتن خلص لأ دالتن قال كزا نقطة كمان قال إن الماسس بتاعت نفس الأتم نفس الحاجة الأتمز بتاعت نفس الألمنت والله ليها نفس البروبرتز لو بكارن بين اتنين أتمز مختلفين لاتنين ألمنتز مختلفين مختلفين في الوزن والبروبرتز لما جيب اتنين أتمز مختلفين وحطوهم مع بعض بنكون حاجة بالبروبرتز بتاعتهم يعني الهيدجين بواحد هيفضل بواحد الأكسجن بستاشر هيفضل بكام بستاشر وكنا بنقول إن النوميريكا ريشيو ثابتة وكمان يا مستر الماس ريشيو ثابتة إنما توماسون اكتشف حاجة اسمها إلكترون بأكسبيرامنت كان اسمها كاسودري والإلكترونز ليها مواصفات كتيرة إنما رازر فورد اكتشف إن الأتم الفوليم بتاعها كله أو أغلبه سبيس اكتشف إن في حاجة اسمها نيوكلياس واكتشف إن إشارتها مش بس كده ده رازر فورد كمان اتكلم معنا وقال لنا إن الإلكترون بتلف في حاجة اسمها حوالين النيوكلياس وقال إن الإلكترون بتتأثر باتنين فورسة ما أتراكشن وفورس اسمها سنتر فيوجل فورس اللي هي قوة الطرد ساعة ما قلنا لو أنا بلف حاجة هتبدأ الحاجة دي عايزة إيه عايزة تبعد عني طبعا حضراك المفروض متفرج على الفيديوز إيه وعا تشوف فيديو الهومورك من غير ما تشوف فيديوز الشرح تعال بقى مع بعض كده صليتوا على النبي تعالوا نصلي على الحبيب كده اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مين في دول أنا وأنا بحل دايما كده حبيب قلبي النفي بقوم جاي حطه قدام عنايا ليه يا مستر عشان انت بتبقى مستعجل يبقى هو عايز حاجة فتروح تقرى الإجابات تلاقي تقول لي هل ديموكراتوس قال ان المتر بيتكوم من حاجة اسمها أتم أيوة مستر هو اللي قال أصلا أتم خلاص يا مستر يبقى فعلا الكلام ده كلام مين ديموكراتوس يبقى أنا هختار الإجابة الأولانية غلط ليه غلط عشان أنا بقولك يعني إيه إز نط يعني أنا عايز حاجة مش كلامه يعني أنا اللي بدهار عليه مش كلام ديموكراتوس مين ده كلام ديموكراتوس صح؟ لو كلام ديموكراتوس يبقى الإجابة دي غلط طب اللي بعدها هي الأتم زي هل ديموكراتوس قال كده ايوة ده اول واحد قال كلمة ده برضو كلامه يا مستر انا مش عايز كلامه هل ديموكراتوس مقبل الميلاد كان يعرف ان في حاجة اسمها لا يا مستر ما كانش يعرف ده الالكترونز دي اكتشفها عالم اسمه ايه اسمه تومسون يبقى الاجابة دي مش كلامه وانا بدور على اللي مش كلامه يبقى الاجابة دي هي الصح يا مستر ده بشوف آخر واحدة خلي بالك الإجابة إيه زي الإجابة دي بالضبط الأتم أصغر حاجة في المتر أيوة مستر يبقى برضو الكلام ده يعتبر كلام ديموكراتس ما هو ديموكراتس بيقول إن الأتم هي أصغر حاجة في الدنيا المتر هو الدنيا تمام؟ يبقى الإجابة الوحيدة اللي صح حبيب قال بي تبقى الإجابة من سؤال اللي بعده بيقولك مين اللي موجود قدام ساعتك اللي مكانش معترف بالأتم رفض فكرة الأتم مين اللي طلع مع ديموكراتس وقال له هل على ديموكراتس أنا ما أحبكش هلا انت بتهزر مفيش حاجة اسمها أتم في حاجة اسمها مين العالم اللي قال مين العالم اللي رفض الأتم آه يا مستر أيوة آرستاتل آرستاتل هو اللي رفض حاجة اسمها أتم طب ديمقراطس لا ديمقراطس هو اللي قال قاته طب دالتون لا ده قال إن الإلمنت بتتكون من قاته طب بور لا أنا معرفش بور لسه هنشوفه في الفيديو اللي جاي كل اللي جاي تمام تابع أريستوتول معادة معادة يعني أنا بدور على الحاجة اللي مش تابعه يبقى كل الاختيارات هتكون حاجة لها علاقة بأريستوتول معادة إجابة واحدة تعال ندور مع بعض يلا بالنسبة لأريستوتول هل في مكون معناه مكون مكون من مكوناته يعتبر دست استنى هو أريستوتول كامبيولي الدنيا بتتكون من إيه من الفور فندامنتات اللي هما مين اير ووتر أيوة أيوة ها حبيب قلب المستر قولي إيه كمان أيوة دست يا مستر يعني معنى كده حبيب قلبي إن الدست يعتبر مكون من مكونات الدهب يعني الكلام ده تابع كلام إيه أريستوتول وأنا بدور على اللي مش كلامه بقى الإجابة دي بالنسبة لي غلط اللي بعد صوديم and silver composed of the same components but with different ratios هل الصوديم والسيلفر اللي هما الـ Na والـ Au هيكونوا ولا الـ Ag هيكونوا بيتكونوا من نفس الحاجات بس براشيوز مختلفة مستر استنى كده هل ده ينفع يكون كلامه أيوة مستر الدهب الفضة الصوديم كلهم بيتكونوا من الـ Air والـ Water والـ Fire والـ Dust بس الفكرة الفرق ما بينهم إيه الفرق ما بينهم في الـ Ratios يبقى معنى كده إن الإجابة بيه برضو تعتبر من كلام أريستوتول فأنا برضو هرفض الإجابة بيه طب خد بقى اللي جاي Iron Consets of Atom هل الحديد بيتكون من Atom هل ده ينفع يكون كلام أريستوتول هل أريستوتول ورد إنت عليا وقللي هل أريستوتول بيقول إن الدنيا بتتكون من Atom لأ يبقى الكلام ده مش كلام أريستوتول وأنا بدور على الحاجة اللي مش كلامه يبقى هو ده اللي اختيار الصح Iron can be changed into gold أيوة بقى الفكرة اللي إيه اللاسعة الناس اللي عادت ألاف السنين ما بتعملش حاجة في الدنيا يا مستر قاعدين يجيبوا الشيب متالز عايزين يخلوها إيه valuable قاعدين إيه في كوكي بارك أيوة مستر الكلام ده برضو يعتبر كرام والكلام ده برضو غلط يا مستر خد بقى حبيب قلبي السؤال اللي بعد بيقول لك which of the following represents أو which choice represent any واحد في دول بيعبر عن فكرة بويل بالنسبة للإلمنت بويل لما جاي يتكلم على الإلمنت قال كلمتين أساسين قال إن الإلمنت ده هو pure أيوة مش بس كده مستر ده قال كمال إن هو يعتبر إيه simple ودي أنا حتة كده بسيطة تحت كلمة simple قالك can't أيوة be changed into simpler يعني يا مستر الراجل اللي اسمه إلمنت ده هو أبسط حاجة ولا يمكن تبسيطه يعني خلاص إنت لو معك إلمنت فمستر الإلمنت ماينفعش ببسطه ماينفعش يبقى حاجة تانية خلاص هو ده الإلمنت تمام تعال نشوف كده مع بعض الاختيارات الاختيار الأول صح ولا غلط يعني إيه pure يا مستر pure دي يعني إحنا بنتكون من حاجة واحدة بس طب بص كده على الاختيار اللي قدامك أنا هنا بتكون من كورتين صح؟ بس كورة زرقة وكورة اللونها grey هل كده يا مستر ده يعتبر pure ماينفعش طب ليه؟ قل لي إنتا ماينفعش ليه؟ مستر ماينفعش عشان دي كده مستر مش بيور طب إنتا تكون بيور تكون بيور يا مستر لما يكونوا الاتنين لون بعض يبقى مستر الإجابة الأولانية ما تنفعش عشان هي ماحققتش معانا كلمة بيور طيب روحها للي بعدها هل دي كده بيور؟ أيوة مستر اللي اتنين نفس اللون يبقى بيور طب بص دي كده مستر اللي اتنين نفس اللون يبقى بيور طب دي يا مستر هل دي تنفع تكون بيور؟ أيوة إيه المشكلة؟ يعني هي لازم الحاجة اللي عندي تتكون من حاجتين؟ ما هي لو حاجتين يبقوا حاجتين متشابهين طب هي لو بتتكون من حاجة خلاص يبقى بيور يعني مثلا لو جيت أتكلم معاك على الهيجن فالهيجن بيتكون من H و H طب لو جيت اتكلم معك على صوديم فالصوديم بتكون من واحدة ان ايه هل ده كده pure عشان ده H وعشان ده H طب هل الصوديم pure ايه مستر pure عشان هو صوديم بس تمام يبقى دي pure ودي pure ودي pure يبقى احنا حققنا pure تعالى نشوف ايه symbol وكان بص كده الاجابة B لما عرضتها لتفاعل كيميائي ايما يكون اللي هو الهيت والبريشر لقيت ان الالمنت تفكك يعني ايه يعني عرفت تبصته يعني كده يا مستر ده ما يعتبرش element طالما الحاجة اللي عندي عرفت اخليها simpler بدل ما هم كانوا حاجة واحدة ما اسكف بعد انا خليتهم كم حاجة اتنين عرفت تبصته عرفت تفصلهم لا ما ينفعش ما ينفعش يا مستر يبقى حاجة اسمها simpler ما ينفعش ينبصته بص اللي بعدها C قص كده قبل السهب بص بعد السهب والله مستر C قبل السهب زي بعد السهب معنى كده اني C انت معرفتش تبصتها انت معرفتش تعمل معها حاجة يبقى معنى كده يا مستر ان C ما عرفتش حولها لحاجة ابسط يبقى انا موافق على الاجابة دي طب بص على الاجابة دي بص كده دي قبل السهب بص كده دي بعد السهب والله يا مستر اكنات جبت الرجل ده وبدأت تقطعه حتة صديرة طب انت كده مستر بصت طب هو ينفع يبصت لا يا مستر ما ينفعش يبقى كلهم ما ينفعش تقال عليهم المنت معادة الاجابة الوحيدة اللي هي تعتبر مين السؤال اللي بعضه يا بطل بقى بيقول ليه بيقول ليه لقى المرة دي انا بمانفيش بقى بقولك مين في اللي جاي يعتبر ايه من فكر المعلم اللي اسمه بويل نشوف وانت اختار حاجة البيور السيمبل يبقى اسمها المنت هل الكلام ده تبع كلام بويل طب هو بويل قال ايه بويل رفض فكرة ارستوتر وبويل قال المنت وقال ان المنت ايه بيور وجسيمبل يبقى معنا كده يا مستر الحاجة البيور السيمبل نقول عليها ايه نقول عليها المنت والكلام ده مين اللي قاله يبقى الاختيار الاولاني من كلام بويل موافق يا مستر طب بص على بيه بيور سيمبل سبستانس can be changed into simpler البيور سيمبل سبستانس بتاعنا اللي هو الا thank sae عنا حول الحاجة سيمبلر لا يا مستر هي مش كان هي كانت فبلتالي الاجابة بيه غلط بيور سيمبل سبستانس is formed from different types of atoms لو عندي اتنين اتمز مختلفين كده يا مستر ما بقيتش بيور يبقى انت بتقول كلامه وبتنفيه في نفس الصدر يبقى الكلام ده مش كلام بويل ده عالم عالم هيعرف يخرف الكلام ده تخريف يا مستر لا 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 والنها مستر ما تجيب لي سيرة الفور فندامنتال دولتها عشان بنتحك الناس اللي هي بتعمل ايه اللي بتجيب الحاجة الرخيصة تخليها حاجة غالية لا يا مستر بويل قصة نرفض الفور فندامنتال يبقى الاجابة الوحيدة اللي صحة الاجابة ايه السؤال بقى اللي بعده بيقولك ايه حبيب قلبي كل اللي جاي ده يعتبر من كلام دالتون معادة يبقى انا بدور على اللي مش كلامه طي تعالا نشوف استنى كامستر مين ده دالتون هو دالتون يعرف الاتوم بتتكون من ايه لأ دالتون كان بيقول ان الاتوم هي عبارة عن ايه solid indivisible لا لا عشان نكتبه عشان ايه solid indivisible ايوة سفير يعني معنى كده يا مستر ان الراجل ده ما كانش يعرف ان الاتوم فيها مكونات هو كان بيقول ان الاتوم دي هي حاجة شبه ايه كرة مين كان بيلعب ايه هو بلياردو حاجة شبه كرة البلياردو كان بيقول ان هي بليارد بول ماضي يبقى الكلام ده يعتبر من كلامه لا يا مستر كلام ده ما يعرفش يقوله دالتون وانا بادور على الحاجة اللي هو ما يعرفش يقولها يبقى بالتالي الاجابة ايه يا صح طب طب شوف بيه زى ماس وفزى اتومس او زى سيم المنت ار سيميلر ماس الاتومس بتاعت نفس الالمنت يعني صوديم وصوديم هل هيبقوا نفس الوزن اه صح مين اللي قال الكلام ده دالتون فعلا ودالتون كان اول واحد يتكلم على حاجة اسمها اتميك ماس طب شوف اللي بعدها مستر زي atom is indivisible هل دالتون قال ان الاتوم مش indivisible لو انت مش عارب بص قدامك دالتون قال ان هي solid indivisible sphere او indivisible solid sphere مش فرقة يعني معنى كان هو ال indivisible يبقى الكلام ده برضو قالوا دالتون each element is formed of a tiny particle called atoms هل دالتون قال ان الالمنت بيتكون من atoms ايوة مستر دالتون لما جبت لك صورة هنا ديمقراطس وهنا كانت صورة بويل ضمتهم لك على بعض وطلعت دالتون قلت لك ساعتها ان دالتون بيقول ان الالمنت بيتكون من atoms يبقى ده برضو يعتبر كلام مين؟ دالتون يبقى كلهم يعتبروا غلط والحاجه الوحيده اللي هو ما قالهاش هي مين ايه انا بادهار عن اللي هو ما قالوش فاللي هو ما قالوش ايه مين فاللي جاي يمشي مع مين؟ مع دالتون احنا هنالعب بقى شوية اللي يمشي وشوية اللي ما يمشيش معلش؟ معلش مهو مهو الموضوع ايه؟ لسه بقى مفيش حاجة يعني احنا مفيش حاجة هو موضوع كله معلومات في حضرك لازم تكون عرفة طب بوس كد يعني يا مستر ريزامبل دي معناها يتشابه أو تتشابه فهو بيقولك إن الكلورين بيكون من أتومز هنروح بقى للسلفر هنلاقي إن السلفر بيكون من نفس الأتومز لأ يا مستر دالتون كان بيقول إن الأتومز بتاعة الكلورين هتكون عن الأتومز بتاعة أي حد تاني حتى لو هو سلفر يا هو إيه السلفر على رأسه ليشة لأ يبقى الكلام دا يا مستر ما يمشيش مع كلام دالتون غلط هل الخواص بتاعة الأكسوجن والهيدجين هتختلف لما هي تكون حاجة اسمها ماء تعال أسألك هي الـ H وهي الوحدة مش بواحد طب والـ O هي الوحدة بكام بستاشر طب تعال هنكتب الـ H تو O أهي الـ H هنا بكام بواحد والـ H هنا بكام بواحد والـ O هنا بكام بستاشر واحد صاحب يبقى بيتصل بي عشان اتأخرت جامد النهاردة في الإيه في الستوديو أنا بصار شوش كلا؟ انت تاخد عناي يا حبيب قلبي فمعنى كده يا مستر إن الـ O دي بستاشر وإيه؟ والإيه؟ وبعدين وبعدين هو اللي بتعمل ليه تكتب كده ليه عايزين نعمله إيه ميوت عشان نركز مع بعض هنا يا مستر الـ O 16 وهي قبل لما تدخل في المية كانت بستاشر وهنا الـ H وهي في المية بواحد والـ H وهي برا المية بواحد وهنا بواحد وهنا برضو إيه؟ بواحد يبقى معنى كده يا مستر الناس اللي موجودة عندي دي الـ properties بتاعتها مش هتختلف قبل الـ water عن بعد الـ water بس الـ water كلها على بعض هيكون لها خواص تانية يعني المية بقى لما اجا تكلم على خواصها كلها على بعض هيبقى لها بقى قصة لوحدها لكن لما بص على الـ H أو على الـ O أو على الـ H فهم قبل المية زي بعد المية مفيش هتكلمني الواحد هنا وتكلمني الواحد هنا أنا زي سين تمام؟ وده طبعا كان بيقوله المعلم اللي اسمه إيه؟ دالتون ساعة لما ام جاي مدينا في وشينا ايه اللو اف كونستان بوربوشن فبالتالي يا مستر آآ لما تيجي تقولي ان هي هتختلف فلا هي مش هتختلف يا مستر هل ينفع الـ hydrogen والأكسجن يكونوا لي مية ولما اجا اكتب المية دي اكتبها H3O يعني هل في يوم من الايام المية تاب H3O ولا على طول المية H2O لا على طول المية H2O واللي قال برضو الكلام ده كان دالتون لما حط اللو اف كونستان بوربوشن وقال لك ان الـ compound بتتكون من نفس الـ element بنفس الماسس بنفس الـ numerical ratio فبالتالي يا مستر الإجابة C برضو ما تعتبرش من كلام دالتون عشان هو ما قالش more than numerical لا ده هو قال لي ان هي constant numerical ratio atoms which form magnesium are tiny هل الـ atoms اللي بتكون الماجنيزيوم tiny صغيرة مش الرجل اللي اسمه دالتون ده كان بيقول ان الـ atoms بتكون الـ element والـ atoms دي حاجة ايه؟ صغيرة ما معنى كبه يا مصر ان الاجابة دي هي الاجابة الوحيدة اللي تمشي مع كلام دالتون شوف السؤال اللي بعده واحدة بقى من دول ما تمشيش مع كلامه ما هي واحدة 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 تمشي واحدة ما تمشيش واحدة ما تمشيش تعال نشوف يعني مثلا لو انا عندي ده كبر تمام؟ فالـ atom اللي هنا بـ 63.5 والـ atom اللي جنبها في الكبر بـ 63.5 هل الكلام ده يعتبر دالتون قاله؟ استنى كده مش دولـ atoms بتوع نفس الـ element اللي هو اسمه كبر؟ مش كان دالتون بيقول atom of the same element are similar in mass والله لو انت حاطت هنا سي يو وحاطت هنا سي يو فدي تبقى مثلا بـ 100 ودي تبقى بـ كام؟ بـ 100 يبقى نفس الوزن فالناس بقى اللي هي بقى محنكة تقولك ايه؟ مستر انا معرفش الكبر بـ كام؟ مش يمكن الرقم دخلت وانت مالك انت مالك بالرقم هو انا دلوقتي دي مسألة فيولى سنوي انت مالك بالرقم انت لك ان هو دي بتساوي دي قالك ان الـ atom بتاعة الكبر كلهم هيساوي الرقم ده طالما كلهم بنفس الرقم يبقى هما متساويين انا بدور ان هما يكونوا متساويين خلاص يا مستر يبقى الاجابة دي صح عشان دالتون كان بيقول ان الـ atoms بتاعة نفس الـ element ليها نفس الوزن طب لو atoms مختلفة يعني مثلا لو انا عندي هنا كبر وعندي هنا جولد لا يا مستر لازم تكون الاوزان مختلفة معرفش مين الكبير معرفش مين الصغير معرفش ده بكام وده بكام بس المهم ما يكونوش equal تمام؟ طب بص اللي بعدها the mass of iron is less than that the mass of copper يعني دي لو كفة فيها iron ودي كفة فيها كبر فهلاقي ان الـ iron قليل والكبر كبير انا معرفش الكلام ده صح ولا غلط بس اللي عارفه ان هما كده مش متساويين صح؟ وطالما هما مش متساويين فده يعتبر من كلام دالتون يبقى ده برضو كلام دالتون يبقى الاجابة دي انا مستبعدها والاجابة دي مستبعدها عشان انا بادور على الحاجة اللي هو ما قالهاش uranium atom undergose fission انا كاتبلك في الكتاب عندك في الهومورك ان fission جنبها كلمة ايه انشطار يعني ايه انشطار يا مستر؟ انشطار يعني بتتاسم انا دلوقتي كدالتون هل دالتون كان موافق ان الاتوم ينفع تتاسم؟ مش اقولك بقى نيوكلياس تمام؟ الاتوم نفسه ينفع تتاسم دالتون يا مستر كان بيقول ان الاتوم ما لها سمعني indivisible يعني ايه indivisible؟ غير قابلة للتجزيء او للكسر او ان هي تطقطع يبقى مينفعش ان الاتوم يحصل لها حاجة اسمها ايه؟ fission يبقى الكلام ده مش كلام دالتون مش عارفين كلام مين بس هو مش كلام دالتون يبقى انا هاختار الاجابة سي عشان انا بدار على الحاجة اللي ما تمشيش مع دالتون اخر واحدة ماليكيل يعني ماليكيل يعني الكمباوند بتاع الهايجن اللي موجود مش كمباوند يعني عمتا الماليكيل شرحنا الكلام ده فولة سنة ويمش هارجع شرحه تاني تمام؟ ان الماليكيل بتتاسم نوعين تمام؟ فالاليلمنت بتاعنا بيتكون من كام اتم الهايجن من اتنين اتمز بنركبهم مع بعض بحاجة اسمها كوفيلانت بومب الكلام ده يمشي مع واحد اسمه دالتون ايوة مستر عشان دالتون هو اول واحد بيتكلم ان احنا ينفع نركب اتمز مع بعض فبالتالي الاجابة دي هي اجابة تمشي مع دالتون بردو ذا وزد فيجر ريبريزنت وان اف زا بوستيولات اف انا اتوميك سيري يو هاف ستاديد وات از زا نيم اف زيس سيري انت درست نظر ايه؟ تمام؟ النظرية دي قدامك اسمها ايه؟ طب تعامس؟ بيقول لي والله لما روح اجيب هايجن جاز وزنه 5.55 جرام بكبرك انا اصلا مش شايف الخط الشباب بس يتليه هم خدوز بالهم وهم بيعملوا السلايد من الخطر فوع قوي هنا كده والله حبيب قلبي الاكسوجين 44.4 جرام ماشي؟ كتب لك انها حتانية مين؟ ووتر وكتب لك ان وزنها 49.95 جرام عندي سؤالين السؤال الاولاني مين ان العالم اللي تكلم على الماسز؟ العالم اللي جاب سيرة الماسز يا مستر هو دالتون فمعنى ان انا اجد ديك صورة تمام؟ وهي نظرية واتكلم فيها معاك على الماسز فمعنى كده ان اللي جاب سيرة الماسز هو دالتون فانا قلبي دلوقتي بقى اميل ناحية دالتون السؤال التاني مين العالم اللي تكلم ان الاتوم ينفع تكمباين مع بعض؟ يعني بص انا كتب لك ايه؟ مين العالم اللي تكلم على الاتوم؟ اتم زي الهيجن واتم زي الاكسجن؟ برضو دالتون فمعنى كده مستر النظرية دي تحقق كلام مين؟ تحقق كلام عالم اسمه ايه؟ عالم اسمه دالتون مش بس كده ده انت بص على الماسز لو جيت تجمعها 44.5 زي 5.55 هتطلع معاك 49.95 فعلا فمعنى كده مستر ان هو زي ما بيقول ان الاوزان او الكميات بتاعتنا سابتة فكل اللي على البورد ده يحقق كلام عالم اسمه دالتون لا توماسون جاب سيرت الماسز ولا رازار فورد ولا بور انا لسه معرفوش قصلا يبقى الاجابة الصحة يكون الاجابة سي بيقول لك الريشيو بتاعت الهايجن؟ الهايجن بكان بتلاتة للنيتروجين بكام بواحدة رفت منين ما هو؟ ده واحد وده تلاتة بيقول لك الريشيو بتاعتنا كام؟ 3 to 1 which is a constant ratio this is consistent with one of the postulates of ده يتوافق مع مين؟ يعني الكلمة ان الريشيو بتاعتنا سابتة دي مين العالم اللي كان بيقول ان الريشيو السابتة؟ خلاص بقى العالم اللي بيقول ان الريشيو السابتة يا مستر هو دالتون يبقى الكلام ده يتوافق مع نظرية دالتون اللي هي دالتون سيوري اللي بقى عدوه وات الزا ماس ريشيو حلو؟ اوعى رجلك تيجي في الخية يعني يا مستر اوعى اتحك عليك انا بقول لك وات الزا ماس ريشيو والنبي بيبقى حطها كده جوا مربع عشان تنور في عينك ان هي ماس ريشيو مش ريشيو عشان في فرق بين الريشيو العادية اللي هي النومريكا الريشيو والماس ريشيو لو انت روحت جبت ريشيو عادية في الراجل اللي اسمه ميسان ده فانا عندي كام سي واحدة تمام؟ هو عايز ريشيو الكربون للهايدرون يبقى ابدأ بالكربون كام كربوناية واحدة؟ طب تعالى بصلي على الهايدرون كام؟ اربعة يبقى الريشيو هتكون كام؟ وان تو فور هل الكلام ده صح؟ غلط ليه؟ عشان حضرتك كده جايب هنا نومريكا الريشيو بس انا مش عايز نومريكا ده انا عايز ماس ريشيو طب هل هتختلف يا مستر؟ تعالى نشوف ماس ريشيو انت مش هتعاوب بالاركام هتعاوب بالاوزان يعني انا عايز اعرف وزن السيب كام تعالى نبص بقول لك السيب كام بتولف يبقى انا الريشيو بتاعتي اولا عندك كام سي واحدة خلاص يبقى السيب كام بتولف يبقى انا كده كتبت وزن السيب تعالى نكتب وزن الهايدرون والله يا مستر الهايدرون بكام؟ وان بس هما مش واحدة هما كام فور يبقى عشان احسب الماس بتاع الهايدرون هقول الواحدة وزنها وان بس هما كام فور يبقى وان تايم سفور تطلع معي بكام؟ بفور يبقى معنا كام مستر وزن الهايدرون بفور يبقى الريشيو تولف تو فور هل دي يا مستر الريشيو؟ لأ مستر بتاع الماس يقوم جاي طالع كده مدينا بوكس ليه؟ عشان يا مستر نيجيه بالريشيو لازم نعمل حاجة اسمها سيمبليفكيشن نبصطها وعشان نبصطها بنعمل سبحان الله والله سبحان الله انا بقول لك المستر بتاع الماس هيدينا بوكس وفي مستر من مدرسين الماس يعني غالي عليها جدا مستر محمد كم انا بشكره اكيد في الفيديو ده عشان الراجل ده كان مدرسي لسه بعيد لحالا فيعني سبحان الله الريشيو كام؟ تولف تو فور فتولف تو فور دي هنعمل ايه؟ كالمستر بيقول لنا انا بقى كنت اقول لكم سالفاتة نعمل لاصغر رقم فاصغر رقم كنا بنعمل له كام اصغر رقم فور يعني معنا كنعمل لكام؟ لفور فتولف تطلع بسري فور تطلع بكام؟ بوان يبقى الراجل بتاعتنا اللي هنحل بيها السؤال ده تلعت كام؟ سري تو وان يبقى الاجابة الصحة كام؟ سري تو وان طب بص انت كنت اجابها في الاول كام؟ وان تو فور عشان انا عامل حساب ان انا ممكن اتحق عليك هتطلق الاجابة ايه؟ عشان انت لو عملت كده تلاقيها موجودة عندك فتختارها تمام؟ بفروض في الامتحان يعني في اخر السنة بنراعي الحتة دي فما نحط لكش الاجابة دي اصلا بس لا انا هتطلق دلوقتي عشان لو عملت كده تفوق وتقول اي سريت حك عليها تاني في صاحبك الجدع اكتب؟ سؤال بعده اه؟ مسلا ايتي فور جرام of oxygen react completely with 32 جرام of sulfur to form 80 جرام of sulfur trioxide what is the mass which remains in the container after the end of the reaction produced from adding 100 جرام of oxygen to 16 جرام of sulfur in a suitable condition for the reaction ايوة بقى مستر شريك مسائل كده عشان نفاوة المخموخ تعالى كده بس خلي بالك بقى انت اكبت تمام بس لازم تفتكر حاجة اساسية عشان احلنا انا وانت اي مسألة فالشرط الاساسي ان هو يكون فيه اكويشن هل موجود اكويشن مش موجود اعمل اي حبيب قلبي اكتب اكويشن يا مستر نشوف الراجل بيوصل فيه يقولي فورتي ايت جرام من الاكسجن رياجت كومبليتلي وز مين وز السالفر يبقى معنى كان انا عندي اكسجن بيراجت مع مين مع السالفر بس فيه غلق ان الاكسجن لما بيتكتب لازم يتكتب او تو فورم يا مستر سالفر تراي اكسايد يبقى احنا هنكون سالفر تراي اكسايد تراي دي يعني واحد ولا اتنين ولا تلاتة لا مستر تراي دي يعني تلاتة يبقى ايس او سري تعني اعمل بالانس كيف السريع مستر تحت ال او هنا اتنين تحت ال او هنا تلاتة مستر تلاوهما نفس الالمنت او نفس الاتوم تحتها ارقام مختلفة بنعمل تبديلة بناخد الرقم اللي تحتها هنا نودي بالانس الناحة التانية وناخد الرقم اللي تحتها هنا نودي بالانس الناحة التانية يعني معنى كده ان البالانس هنا هاخد التو وديها بالانس اخد السريه وديها بالانس سري تايمس تو سيكس تو تايمس سري سيكس يبقى هنا ستة وهنا ستة بس كده عندي كام اس اتنين وهنا واحدة فهحط هنا بالانس كام تو فكرة انك كبرت فانا مش مديك اتوميك ماسز عشان تبدأ تحسب ايه الكونديشنز بتاعت الاكويشن لا انا اقيل هلك على طول يعني انا بقولك ان فورتي ايد جرام من الاوكشن مع سيرتي تو من السالفر يعني يا مستر بالتمام والكمال كده الرشتة بتاعتنا او الوصفة السرية بتقول ان لما مستر يجيب فورتي ايد من الاوكشن بيحتاجه سيرتي تو من السالفر حيب؟ مش بس كده ده انا اقيل لك هتكون قديه عشان يتكون معانا ايتي جرام من السالفر ترايكسايد يبقى انا عندي السالفر ترايكسايد هتكون منه ايتي جميل هسكوت هرعب بقى في الكونديشنز تعمل ايه؟ بيقلي عايز اعرف الماس اللي هيكون متباقي حل يبقى انا هلعب في الكونديشن دلوقتي هخلي الاكسوجن اللي موجود يكون 100 وهخلي السالفر اللي موجود يكون تحت المسألة دي كتب لك كده في الكتاب عندك ايه؟ اشتغل دايما باللي بيقلم مش فاهم يا مستر يعني احنا دلوقتي كام كان الاكسوجن فورتي ايت كام كان السالفر سيرتي تو كده مستر الاكسوجن حصل فيه انكريزد زاد وزنه زاد طب دلوقتي السالفر كان سيرتي تو بقى السكستين يبقى السالفر حصل فيه ديكريزد قال يبقى انا يا مستر مش هستعمل الجافن اللي زاد يعني انا مش هستعمل 100 جرام بتاعت الاكسوجن دي دلوقتي هاركنا انا هشتغل بمين بالسكستين جرام بتوع السالفر يبقى خلاص اكن ال 100 دي يا مستر مش موجود عندنا احنا هنشتغل المسألة بمين بالسكستين تمام؟ يبقى يا مستر اكن دلوقتي انك بتقولي الماز بتاع السالفر بكان بالسكستين فاللي بيجيب سيرتي وباخد فوق اسطار انت عايز تحسب ايه؟ قال لي انا عايز احسب اللي مباقي في الكنتينر فايه اللي مباقي في الكنتينر قال لي في الحالة العادية الطبيعية لما ما يكونش فيه اي حاجة انت بتروح تجيب الرياكتنت الرياكتنت دي بيتفعلوا مع بعض بيكونولي حاجة اسمها ايه؟ برودكت يعني يا مستر اللي بيكون باقي في الكنتينر at the end of the reaction بعد لما رياكشن تخلص بيكون من البرودكت ده في الحالة العادية؟ طب تعالنا اعتبر ان احنا في الحالة العادية الاول يبقى انا دلوقتي يا مستر عايز اعرف البرودكت اللي عندي ده هو قد ايه؟ ما هو ده اللي باقي تحت يعني الاس اس او سري ده هو اللي مباقي عندي هو ده الحاجة اللي موجودة فانا عايز اع عرف وزنه. طب حلها ازاي. لكني بقولك ان الجبن عنده. والريكويرد عنده. اهو. فانعمل يا مستر. تو ارو. طب الارو الاولاني هكتب فيه. هكتب فيه الوصفة السرية اللي انا اوصفها. ان المفروض السالفر بكم? بسيرتي تو جرام. فلما السالفر بيكون بسيرتي تو. السالفر ترايكسايد بيكون بأيتي جرام. طب هو ايه اللي حصل? السالفر. قال بدل ما هو سيرتي تو بقى كام? بقى سيكستين. طب يا مستر. يا ترى السالفر ترايكسايد. لا اكس عادي معرفش. واحد قالي يا مستر ده تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يبقى معنى كده ان انا عرفت خلاص ان السلفر اللي موجود عندي في الكنتينر بكام بفورتي جرام يا مستر. يبقى الشوية اللي مباقيين هنا بكام فورتي جرام. ايه وعاك تعمل زي البقرة الضحكة وتروح تختار الفورتي جرام. ما تتسرعش حبيب قلبي. اهدى كده شوية. شو معنى مستر اهدى? قال ليه هو دلوقتي مش انت عندك اكسجن? ايه. السلفر اللي موجود عندك ده هيحتاجة دي ايم الاكسجن. قال لي يا مستر قصدك ايه? قصد انها المفروض دلوقتي اعرف السكستين جرام من السلفر يحتاجة دي ايم الاكسجن. يعني احل المسألة هو ارو تاني. عشان اشوف انا وانت الاخبار. احنا عندنا ارو الاولاني هو بتاع الاكويشن. فانا يا مستر ده فورتي ايت ايوة جميل. النحاء التانية سيرتي تو جرام. السلفر قال لي بقى سكستين فالنحية دي اكس. فامستر واحد قال لي سكستين تايمس فورتي ايت اوور سيرتي تو او واحد قال لي ده قال للنص. يبقى ده لازم يقيل للنص يا مستر. فيطلع ان الاكس بتوينتي فور جرام. يبقى معنى كده يا مستر ان السلفر اللي موجود عندي محتاجة دي ايم الاكسجن محتاج توينتي فور بس. طب هو انت كنت جايب لي يا مستر على سنية قد ايه اكسجن? قال لي والله انا كنت جايب لك ميت اكسجنية دلوقتي. حطيتهم قدامك. انت باخدتش المية. انت اخدت من المية دول اربعة وعشرين بس. يعني كده من باقي كام? واحد قال لي نحسبها. نحسبها مستر. انا كان عندي اكسجن بمية. سحبت منه توينتي فور. فمعنى كده مستر ان هو يكون باقي عندي سبنتي سيكس جرام من الاكسجن. يبقى في سبنتي سيكس جرام من الاكسجن بقيين. وهي دي الحالة اللي مش عادية. يعني يا مستر الحالة العادية ان اللي بيكون باقي عندك طبيعي هو البرودكت. عشان عشان الرياكتن دايما بتكون زي ما الاكسجن رياكت كومبليتلي مع السالفر في البداية. بس انا لما غيرت الكونديشن غيرت الماسز اللي موجودة. فمعنى كده يا مستر ان هم مش هيتفعلوا مع بعض كاملين. في شوية هيتبقوا. طب الشوية دول من مين? كانوا من الاكسجن. طب كانوا بديه بسبنتي سيكس. يبقى انا كده يا مستر عندي هنا سالفر ترايكسايت بفورتي مش بس كده. ده معاه كمان سيبنتي سيكس جرام من الاكسجن. لما اجمع السيبنتي سيكس على الفورتي تطلع معايا بون هندرد سيكستين جرام اللي هي الاجابة دي. طولت انا وانت في المسألة دي. بس ايه قلنا نديها حقها عشان هي المسألة الوحيدة اللي موجودة عندنا ايه. بيقول لك بقى ايه? اه دالتون ان تاماسون اتفقوا في ايه? دالتون ان تاماسون اتفقوا في ايه? دالتون قلبي. الولا دالتون. الراجل اللي كان بيعشق البلياردو. مع الحج توماسون. الود اللي كان بيعط في المطبخ ويحب الكوكيز ويعطي قطم فيها كده. يقول لك الكوكيز بتطم ولا لأ? الاتنين دول تخيلوا الاتوم. الاتنين دول لما جوم اتكلموا على الاتوم اشتركوا في كلمة اساسية. ان هم قالوا ان الاتوم تعتبر صالد سفير. طيب. بس دالتون قال ان الاتوم indivisible. بس توماسون رفض ان الاتوم يتقال عليها indivisible. فمعنى كده ان الاتنين متفقين ان الاتوم عبارة عن كرة بس الكرة دي كرة مصمطة. واحد بيقول ان هي مبتتكسرش والتاني قال ان هي بتتكسر. يبقى الاتنين متفقين ان الاتوم تعتبر كرة مليانة. بس واحد بيقول ان هي مش هتكسر. واحد بيقول ان هي هتكسر. عادي. عادي جدا. يعني واحد كمتخيل ان هي على شكل كرة بلياردو واحد كمتخيل على شكل ايه الكوكيز ماشي يبقى هم اللي اتفقوا ان الاتوم has no space within it يعني هي حاجة مش فاضية هل ده بيقول ان هي فاضية لا ده قال ان هي حاجة مليانة طب هل ده بيقول ان هي حاجة فاضية لا ده برده قال ان هي مليانة يمعنى كده اللي اتنين بيقولوا ان الاتوم مش فاضية يعني مش فاضية يعني مفيهاش مفيهاش فراغات يبقى ده يا مستر حاجة هم اتفقوا فيه طب فهل هم اتفقوا أن الأتوب إلكتريان كالي نيوترل؟ تميسون قال أن الأتوب إليكتريكالي نيوترل قال أن الأتوب فيها حاجة اسمها إلكترون بتساوي حاجة تانية بستيف أنا لسه مش عارف اسمها بس هل دالتون كان يعرف أن فيه إلكترون أو بروتون أصلاً؟ لا ومعنى كده أن النقطة دي تميسون بس اللي قالها مش واجهة التفاق que dag tele pluton تميسون قال إلكترون بس دالتون معهọفش إلكترون يبقى دي برضو نقطة عند تومسون لوحده هم اتفقوا ان هي هم اتفقوا ان هي بس كلمة تخص دالتون لوحده تومسون كان رفضها يا بالتالي الاجابة دي ما ينفعش يكونوا متفقين فيها يبقى اما متفقين في الاجابة ايه بس يا مستر تعال نشوف بقى السؤال بعد بيقول لك والله electrical neutrality was first mentioned in ان الاتم يتقال عليها electrical neutral مين اول حد قالها لسة ايلا انا كنت لسة كاتب هنا في السؤال اللي فAccду ان اول واحد قال ان الاتم electrical neutral هو تومسون لما قال ان عدد الالكترون بيساوي عدد البصتر بس ما كانش يعرف مين البصتر ظهر بعد توماسون رزر فورط لو تفتك يعني توماسون ظهر جا بعده مين رزر فورط والله تومسون قال ان الاتم electrical neutral ان البصتر بيساوي حاجة اسمها اليكترون رزر فورد لما جاه وافق وافق على الكلام ده وقال فعلاً إن الإلكترون بتساوي عدد البوسطف والبوسطف يعتبر اسمه بروتون يعني يا ميستر ممكن نقول إن فيه اتفاق ما بين توماسون ورازرفورد أيوة! اللي اتنين سلموا على بعض واتفقوا إن القاتون تعتبر إلكترية اليوتر complete إن عدد البوسطف بيساوي عدد النيجيتر بس الفرق إن ده ما كانش يعرف اسم البوسطف وده كان يعرف اسم البوسطف إنه عدد بروتون فمش فرق فمعنى كده مين اللي قال الاول ان هي الايكتريكا لنيوتران تومسون ولا رازفورد لا تومسون يا مستر يعني بالتالي الاجابة هنا تكون الاجابة دي اللي هي تومسون وينزا بوتينشيا الديفرنز بتوين زا تو اليكترون افا ديستشارج تيوب ريتشز اروند وان ساوزن فول ات نوتز داد والله يا مستر بيقولك لما نروح انا وانت نجيب ديستشارج تيوب ايه ديستشارج تيوب دي التيوب اللي بنشيل منها الهواء بقى دلوقتي انا وانتو فاكرين بيجرامي انا وانتو مش موجودين جرينا مفيش هوا تمام ونوصل الفولتر عشر تلافي يعني نوصل الفولتر عشر كارابة بقى كبيرة يعني بيجرامي ايه اللي بيحصل بيبدأ يطلع ريه يا مستر من حاجة اسمها الكاسود يمشي يروح لحد مين الانود حل وبيبدأ يعمل جلوينج سبوتس عند مين عند الانود تعالي نشوف يعني يا مستر هل دلوقتي التوصيل بتاع الجاز للكهربا بيقل مستر هي مش موجودين في الدستشارج تيوب ايوة يعني الجاز اللي موجود بدأ يقل صح يبقى الجاز ده هيوصل الكهربا ولا مش هيوصلها هيوصلها يعني ما الجيش تقول لي ان الكوندكتيفتي يعني توصيل الكهربا هيقل لا يا مستر ده توصيل الكهربا هيزيد احنا جرينا مشينا خلاص يا مستر احنا في الدستشارج تيوب انبوبة مفرغة ما فاش هوا انا وانتو انا وانتو بعد لما جرينا هل احنا دلوقتي المقاومة بتاعتنا بتزيد ولا المقاومة بتاعتنا بتزيد يا مستر احنا جرينا يعني احنا مشينا خلاص خلاص الجاز ماشي فازاي المقاومة بتاعته هتزيد المقاومة بتاعته بتقل تقريبا هتوصل للزيرو بس هتبقى الزيرو بس هيا خلاص يعني يعني ما تقوليش يا مستر ان الريزيستنس او المقاومة بتاعتنا احنا كجاز بيبدأ يحصل فيها انكري هو احنا كنا بنقومي الكهرباء طب اما هو ليه بيقول الالكترون ما هو يبني الحركة بتاعت الالكترونز دي اسمها ايه كهرباء مش انا قلتلك موفمينت اوف الالكترونز يعني الكتريستي يبقى معنا كده ان كلمة موفمينت اوف الالكترونز او مرور الالكترونز دي معناها كهرباء يبقى مستر الاجابة دي برضو غلط فلاش او كير اجزة كاسود لا 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 هو الفلاش ما بيطلعش عند الكاسود الفلاش بيطلع عند مين عند الانود غلط فلاش اوكيرز اد زانود ايوه ايوه مستر الفلاش بيطلع عند الانود اللي بعدو الرجال اللي موجودين قدامنا دول ما بيطلعوش كاسود ري يا ترى ليه ما بيطلعوش كاسود ري وايه هو الحل اللي قدرانا وينتا نعمله بيقلك نبدل الالكترود يعني نخلي الانود كاسود والكاسود انود مش فرقة مستر ما عايف حاجة بس انا ايه خبالي من حاجة غريبة قوي ان الاير مكتوب جنبه سيفن هندرد سكستي مليميتر اتش جي يا مستر لا يا جوز ما ينفعش يا مستر سيفن هندرد سكستي سيفن هندرد سكستي ده ضغط الطبيعي طب هو مفروض الضغط يوصل لكاملة حد جدع يقول لي كده الضغط يا مستر مفروض يقل لي ويبقى 0.0001 مليميتر اتش جي يبقى عشان نبدأ نوصل الكهرباء لازم الضغط يقل طب والضغط بيقل لي ازاي بنجري يعني لازم نفضي الانبوبة من الاير يبقى اول اجابة ان احنا نبدل يا مستر الانود مع الكاسود دي مش فرقة معايف حاجة سخن لي والنبي الانود بدل ما تسخن الكاسود برضه مستر مش هتفرق معي في حاجة نستعمل الاسي بدل ما نستعمل الدي سي اللي قول دايريك كارن هتاخد الاسي والدي سي برضه مش هتفرق معي في حاجة لما توصل للفيزيكس يعني او دس تشارجن زاير frんだ hoop يعني فضي لي تيوب من الهواء ما هو؟ لما تفضي التيوب من الهواء تمشي الكهرباء يبقى مستر مشكلة عندي ف دس تشارجن جيه di air frんだ hoop أخليك دايما فاكر ان احنا كان عندنا مشكلتين المشكلة الاولانية ال air والكهرباء بنقلل ال air وبنزود الكهرباء قلل ال air زود الكهرباء هتلاقي الكاسودرير ما عملتهش مش هتلاقي الكاسودري ليه؟ ليه لما جينا نجيب الكاثودريز بتاعتنا ونعديها ما بين جزء بوستف وجزء نيجاتف اللي هو متال بليت بس ليها أشارة لقينا ان الكاثودريز بتبعد عن النجاتف يعني بتبعد عن النجاتف يعني بتتشد للبوستف يا ترى ليه؟ هي الكاثودريز دي بتتكون من إيه؟ الكاثودريز يا مستر بتتكون من إلكتروز فالكاثودريز أشارتها نجاتف فمعنى كده ان هي مع النجاتف اللي تحت بيحصل ما بينهم ريبالشن فورس ومع البوستف اللي فوق يا مستر بيحصل ما بينها أتراكشن فورس يبقى ليه يا مستر الكاثودريز بتبعد عن النجاتف عشان هي أشارتها نجاتف طب نفس السؤال هي ليه بتتشد للبوستب برضه عشان هي اشارتها نيجاتيب يبقى ليه مستر حصل ما بيني حاجة اسمها دفلكت قوي وما بيني الحاجة نيجاتيب عشان انا ككاسو دري اشارتي ايه نيجاتيب لي تشارجت عشان احنا اشارتنا نيجاتيب كل اللي جايدة يعتبر من مواصفات الكاسو دري معاد الكاسو دري تعتبر ستريموف الكترون يعني هي مجموعة من الالكترونز او خطوط من الالكترونز ايو مستر هي عبارة عن الكترونز الكاسو دري هي تشارجت بورتيكال الكاسو دري ليها اشارة ايو مستر الكاسو دري اشارتها نيجاتيب كاسو دري موف اذا سبيد الفلايت لا 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 يا مستر كنا بنقول ان الكاسو دري سريعة جدا سريعة جدا لدرجة ان هي لما بتعدي قدام المروحة بتخلي المروحة ايه تلف وكمان طبعا الكاسو دري بتمشي في ستريت لايم مش ماشية في ويف هي لو ماشي في ويف فممكن حظك وهي جاية تعدي من قدام المروحة لو قلنا ان ده البلايد بتاع المروحة فتلاقي الكاسو دري هوبا هوبا فعدينا البلايد ما خبطناش فيه بس عشان الكاسو دري ما بتمشيش بالطريقة دي عشان الكاسو دري بتمشي في ستريت لاين فهي خبطت في البلايد فخلت المروحة تلف فساعات نقول عليها ميكا تمام المروحة اللي في النص اللي تتكان ما باسمها ميكا المهم يعني ان هي اقل من ميكا ناس كتير هنا بتروح تقول ان الكاسو دري ليها تشارج بس ان هي اشارتها نيجاتل وما لهاش ماس عشان المستر بتاعنا قال ان الماس بتاعها مش معنى ان انا مش ميدي لك اهتمام او مش ميدي لحد اهتمام فمش معنى كده ان هو مش مهم بالنسبة لحد تاني مش فاهم يا مستر يعني احنا دلوقتي ما بنعتبرش الصراحة الماس بتاع الالكترون ملوش اي تلاتين لازمة بس تعالى كده اسألك ما بنعتبرش ماس الالكترون يعني هو ليه ماس اه ليه ماس بس احنا مش مقدرينه بس هو موجود بس هو مش متقدر بس فيه ماس يا معنى كده الالكترون ليه ماس اه ليه ماس بس احنا ما بنقدرهش كان بنيجلكترون ملوش لازمة عشان هو صغير قوي بس موجود هو صغير بس موجود يا معنى كده ان الالكترون عندها ماس واكيد عندها تشارج اللي هي نيجاتل يبقى هافا ماس عند هافا ايه تشارج اللي اتنين مش حاجة واحدة دين يا مستر في السؤال اللي بعده يلا ها رازار فورد موضل وفقاته رازار فورد موضل وفقاته نقط مالو عيب يا مستر ليه عيب مستر ايوة صح احنا كنا بنقول ان رازار فورد المفروض هو اكتر حاجة قريبة احنا قابلنها وكنا بنقول ان رازار فورد اعرب شكل الاتوم لا وعتنسى ان اخر حتة كنا بنقول ان رازار فورد فشل ايه ده اه رازار فورد فشل بص كده على اخر صفحة عندك في الكتاب في لسن وان هتلاقينا كده منلك في الاخر بعد كل ده الراجل فل ايوة طب هو ليه فل عشان فيه حاجة هو معرفش يوصفها معرفش يوصف حاجة اسمها الموفمنت بتاعت الالكترو يبقى معنى كده ان الموضل بتاع رازار فورد هو مش اكتر موضل اكيد في حاجة هتظهر هي اللي هتوصف حركة الالكترون ودي هي هتكون الحاجة بالنسبة لنا احنا اصلا في اخر موضل قولنا رازار فورد فيل يبقى معنى كده مستر هو مش لا اثنين افترض ان الاتوم السولد لا مستر ده رازار فورد اول عالم يقولنا ان الاتوم مالها فاضية عشان عادة منها الايه الالفا بارتكال يبقى معنى كده ان دي كمان غلط بدأ يوصف حاجة اسمها ايه الاتوميك سبكترم ده يا مستر بالعربي ايه اتوميك سبكترم معناه يا مستر اللي هو الطيف الزري ايه الطيف الزري ده يعني الالوان اللي بتطلع من الاتوم احنا اخدنا الالوان اللي بتطلع من الاتوم عند رازار فورد لا ما اخدناها انا اخدها اللي جاي يبقى معنى كده ان ده كلام ما قالوش رازار فورد الراجل ده افترض ان اللي تشارج بتاعت الالكترون بتساوي تشارج البروتون اللي موجودة جوه النيوكلياس ايوة مستر صح فبالتالي الاجابة دي واحد طلع عليه مش هو اللي قال كده ده اللي قال كده يا مستر مين اللي قال كده تومسون بس بعدها رازل فورد طلع وقال وصحة حتة بسيطة عند تومسون قال له صح هو الالكترون بتساوي البوستر بسخد بالك ان البوستف ده رقم واحد اسمه بروتون والبوستف ده مش متوزع بطريقة ينيفورم في الاتوم لأ ده البوستف ده متقابر في النص كده في حاجة اسمها نيوكلياس يبقى معنى كده ان يعتبر هو قال حاجات جديدة فبنقول ان هو أسيومد ده تاني عدل عليه فقاله تاني من الاول يعني يا مستر الاجابة دي هي الاجابة الصحة بسخلينا نكون متفقين ان تومسون ورازل فورد متفقين ان الاتوم مالها الكتريكالي نيوترال which of the following observations show the invalidity ماشي اوعى invalidity of the clam that the atom is solid as presumed as presumed فيها جدعاء تعبنا بتاع بيقولك مين في الساعة كان الساعة 12 كم دي اه 12 ونص نتعب برضو ماشي مش مشكلة بيقولك مين في الاختيارات اللي جايين دول حبيب قلبي يقول يقول ان الاتوم مش solid على حسب ما كان بيقول توماسون ودالتون هم كانوا مقتنعين ان هي solid مين اللي طلع قال ان هي مش solid رازل فورد طب اقنعنا ازاي ما هم مش طلعوا اتكلموا لا اقنعني واقنعك ازاي ان هي فاضية لما جاب حاجة ورمها على الاتوم لقى ان الحاجة دي ايه بتعدي طالما هي عدت النحة التانية يبقى الاتوم فاضية لو رمى الحاجة دي وردت فوش هيبقى مش فاضية هل هي الحاجة اللي كان بيرميها دي كانت ايه تانية الفا بارتكال الاتوم هناك احدف الالفا بارتكال هبا تعدي جميل احدف تاني بيعدي تم كله بيعدي اوه مستر بمعنى كما فيش حاجة واقفة قدامه هل يا مستر لما احنا كنا بنجيب الاتوم بتاعتنا بتاعت الجول وكان يحصل هو ده اللي خلانا نقول ان الاتوم فاضية لا بص يا مستر هما كانوا تلاتة اوبزرفيشن انا والوقات حودة وتفتكر كنت بقولك انا بحكي لك ان انا حودة اللي عملنا التجربة انا حودة عملنا تلاتة اوبزرفيشن الاولاني ان والله يا مستر اغلب الالفا بارتيكال عده وساعيتها قلنا ان ساعيتها الاتوم تعتبر ايه اغلب الفوليم بتاعها سبيس تاني حاجة قلنا لدكتور رازرفود ان فيه الفا بارتيكال وهي معدية بتعمل ودول بيكونوا فساعيتها قلنا يبقى فيه حاجة موجودة في النص عندها دينستيالية وسمها نيوكلياس حلو تالت اوبزرفيشن قلنا انه والله فيه الفا بارتيكال وهي معدية بتعمل بتنحرف قلنا خلاص يبقى النيوكلياس اللي موجودة في النص دي اشارتها يبقى دول التلاتة اوبزرفيشن اللي احنا اخدناهم والله لما تعمل معناها ان الاشارة بوستب لما تعمل معناها ان فيه حاجة وقفة قدامنا اسمها نيوكلياس لما تعدي معناها ان ما فيش حاجة وقفة فلما اجي اقولك الابزرفيشن ان حصل فالديفيشن ده مش معناها ان الاتوم فاضية لا ده معناها ان اشارة فالاجابة دي غلط انا بدور على الحاجة اللي بتقول ان الاتوم فاضية ماشي اختراك يعني عدة عدة جزء صغير من الالفا بارتيكال مستر اللي عدة كان اغلب الالفا بارتيكال عدة يبقى معنى كده مش سمول فراكشن غلط في شوية بيرده تاني يا مستر هل ده معناه ان الاتوم فاضية لا مستر الشوية صغيرين اللي بيرده دي معناه ان فيه حاجة صغيرة وقفة قدامهم اسمها نيوكلياس يعني معنى كان كمان ده غلط بيقولك ان الفلاشز بتظهر على السنستيب بليت اللي هو المتال بتاعنا اللي كنا دهنينه بالزينك سالفايد بيبدأ يظهر الفلاشز بتاعتنا النحة التانية يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان ايه عدت؟ بيقولك الفلاشز بتعدي فبنشوفها النحة التانية معنى ان احنا شوفناها النحة التانية ده معنى ايه؟ وحتى انا بقولك بعد الجول يعني احنا بنشوفها هنا الجول ده اهو الدهب اهو وانت حدف من هنا فلما حدف من هنا وتعدي توصلي يعني معنى كده ان الحاجة اللي في النص دي مالها فاضية يبقى الاجابة الاخيرة هي الاجابة اللي بتقول ان الاتوم فاضية هي الاجابة اللي بتقول ان الحاجة لما بنحدفها على الاتوم مالها بتعدي يعني معنى كامستر الاجابة الصح هي الاجابة دي ما لها سي اكدت ان كلام توماسون صح وان الاتوم شبه البلان بودينغ غلط هل كلام رازرفورد هو ده الكلام اللي دالتون بنى عليها نظريك مستر دالتون اصلا نات وخلص بقى قبل لما ييجي اصلا رازرفورد يعني معنى كده ان كلام رازرفورد مش الاساس بتاع دالتون دالتون مش موجود ايوه صح اكتشفنا بيها النيوكليس لا 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 يا مستر احنا عندنا بيتا لو تفتكر والفا احنا كنا مستعملين مين الالفا اللي هي اشارتها بوستر اما ليه بوزيترون اشارتها ايه اشارتها نيجاتف تمام فمستر البيتا اللي هو بيقول عليها دي اصلا اشارتها نيجاتف طب يا ريتو بيقول ان احنا بنستعمل حاجة اشارتها بوستر كنت عمشي معا ديني بس ما لها دي اشارتها ايه اشارتها نيجاتف ما تنفعش يبادي ما تنفعش بعد نظرية رازرفود كل اللي جاي دا اكتشفناه معادة ايه تعال نشوف مع بعض بيقولك هل بعد لما عملنا التجربة عرفنا ان الاتوم صغير ايوها مستر حتى ساعتها كنا بنقول ان النيوكلياس are tiny صغيرة جدا طب ليه صغيرة عشان عدد الالفا بارتيكالز اللي كان بيرود كان عدد قليل فاتفقنا لو النيوكلياس كانت كبيرة كان عدد كبير من الالفا بارتيكال هيرود بس لأ دا عدد صغير يبقى معنى كامستر ان النيوكلياس عرفنا ان هي صغيرة بعد التجربة عرفنا اللي تشارج بعد النيوكلياس ايه عرفنا اللي تشارج بتاعت النيوكلياس بعد التجربة ايوها مستر بعد لما عملنا التجربة عرفنا النيوكلياس اشاريتها بوستر لما حصل إيه؟ لما حصل عملية الدفياشا يبقى بردو بعد التجربة عرفنا الحشور ده عرفنا اللي تشارج بتاعت الإلكترون بعد ما عملنا تجربة رزر فورد لأ احنا عرفنا اللي تشارج بتاعة الإلكترون من عند طمصون يعني من قبل أصلا رزر فورد اللي جابت دي غ rewrite عرفنا إن أغلب الأتوم Volume is space إن الفوليم بتاعت الأتوم 3 ارباعو يعتبر فاضي أيها مسا بعد التجربة عرفنا إن الأتوم الفوليوم بتاعها فاضي لما أغلب الألفا بارتيكال عمل إيه؟ يبقى الإجابة الوحيدة اللي مشتبعنا هي الإجابة سي وأنا بدور على إيه؟ على إكسبتها زي؟ بيقول لك والله لو أنا وإنت روحنا جبنا الألفا بارتيكال والألفا بارتيكال خليه خليه خط عادي والألفا بارتيكال حبيب قلبي يعرف إن إشاريتها بصل وروحنا جبنا الكاسود ريز خليه بقى خط عادي قلت وروحنا جبنا الكاسود ري والكاسود ري إشارته نيجاتيف ليه؟ عشان الكاسود ري بيكتوهم من إليكتر وبدأنا نعديهم ما بين توبليتز عندهم تشارجز بوستف ونيجاتيف مثل هم قالتش كده قال لي إكسبوستو إليكتريك فيلد ما هو إليكتريك فيلد ده معنى مجال كهرباء؟ مش فاهم يعني إليكتريك فيلد إليكتريك فيلد يعني يتعدي الحاجة ما بين جزء بوستف وجزء نيجاتف فأنا وانتجاه حاطة الجزء البوستف والنيجاتف بتاعناهم إيه اللي يحصل يا مستر؟ إيه اللي يحصل إن الألفة إشارتها بوستف فهتتشد للبليت النيجاتف وإن يا مستر الكاسودري إشارتها نيجاتف فهتتشد للبليت البوستف فمعنى كده يا مستر اللي اتنين لما يجوا يعدوا هيمشوا عكس بعض واحد لفوق واحد لتحق حل بيقلي move with the same speed هيمشوا بنفس السرعة مستر أنا معلوماتي بتقولي إن الكاسودريز بتمشي في سبيد أقل من اللي سبيد بتاعت حاجة اسمها light هل اتكلمت معاك على اللي سبيد بتاعت الألفة بارتكال؟ يبقى أنا معرفش هاسيبها في الآخر pass in opposite direction هيمشوا في اتجاهات عكس بعض زي ما انت شايفت كده أيه مستر صح صح يبقى دي إجابة أنا شايفها بعيني ومتأكد مني pass together in the same direction هيمشوا مع بعض الفوق أو لتحت لا يا مستر مش هيمشوا مع بعض في نفس الاتجاهة حبوش بعض أقصرون are not affected by easer optimism مش هيتقصروا لا بالmagnetic field ولا بالelectric field لا يا مستر إزاي ما أنا شايف الelectric field قدامي هم اتقصرين بي يبقى دي كمان غضب يبقى معنى كده إن الإجابة اللي أنا متأكد إن هي صحة يا الإجابة مين بي طب بالنسبة للإجابة إيه يا مستر لا يا مستر هم معندهمش نفس السرعة أيبقى بالتالي الإجابة الصحة الوحيدة هي بي خلي بالك السؤال ده لما هيجي هيجي من غير الكلام اللي المستر هتطولك هنا عشان يسهل عليك السؤال هيجي ويقولك والله أنا عايز ريشي ما بين الالفا بارتكال اللي عملت حاجة اسمها اللي انحرفت اللي هي الناس اللي عملت كده وعايز يا مستر اللي يكون موجود تحت الالفا بارتكال اللي عملت اللي هم الناس اللي راحوا ورجعتين فتفتكر بقى معايا ان احنا لما كنا نتكلم على الابزرفيشن بتاعتنا اللي كنا كابينا واحد اتنين تلاتة كنا بنقول الميجوريتي اغلبهم عدة جزء صغير وجزء صغير بس المستر لما جاي تكلم معانا كان قال فيه جزء صغير وجزء صغير جدا تفتكر معايا كنا بنقول مين اللي صغير جدا كنا بنقول ان الالفا بارتكال اللي بتعمل اللي بترد كانوا يعني يا مستر صغير او قليل جدا يبقى معنى كده يا مستر ان الباونز باك ده هو صغير جدا او قليل جدا انها يا مستر اللي عمله ديفيشن المستر صحيحة هقول لي يعني يا مستر اتصمول فراكشن يعني قليل بس مش قليل جدا يبقى ااخد بالك ان فيه واحدة سمول واحدة very small انا هنا كتابلك عشان ما تنساش اهو يعني انا كده كده كتابهملك هنا a small fraction الديفيشن هما سمول قليلين انما very small قليلين ماشي فلما اجألك كده حبيب قلب المستر ورد عليا وقول لي مين في دول اللي يعتبر الكبير ده طليل و ده طليل جدا. هم حاكتين صغيرين. مش يعني больш راف الدان ثم1 فيهم كبير والله مثل ده طليل و ده طليل جدا. مسطر يبقى الحاجة القليلة فها هي دي اللي هتكون الكبير. طيب يبقى معناك كده ان اللي فوق ده كبير و اللي تحته هو مين الصغير. حط اي رقم كبير انت بتحبه 10. حط اي رقم صغير انت بتحبه 5. تطلع معاك كام اهي 2, 2 دي اكبر من 1 ولا اصغر出來AU prestigious Williams اكبر من واحد. يبقى معنى كده. طب استنى مستر. جرب تان. حط اي رقم مين بتحبوه. اتنين مثلا. وواحد تان. والله يا مستر تطلع بكام? بتو برضو. حط يا مستر ومسلا يا مستر مسلا تن. بتطلع برضو بتو. انت بطلعهم كلهم بتقول يا مستر عادي يعني. يعني يا عمه وتطلع بوينت فايف. يبقى كلهم يا مستر بتطلعوا كام? اكبر من الواحد. كل الناس تلاهيت اكبر من ايه? من الواحد. مفيش ولا واحدة فيهم عندنا ساوت الواحد. يعني معنى كده يا مستر ان الاجابة لازم تكون مورزان ايه? مورزان وان. السؤال اللي بعده. بيقولك. the failure of the atomic model of rather fold. is attributed to that. it didn't explain. والله يا مستر رازرفود فشل. فشل ليه? يعني راجل بيقولك الفشل ده يعود لايه? هو ليه فشل? فشل عشان معرفش يوصف يا مستر حركة الالكترون. يا والله يا مستر هو فشل عشان the nature of movement of electron around the nucleus? ولا فشل عشان presence the nucleus of the atom? ولا فشل عشان هو ما وصفش اللي بين the protons والالكترون? واللي هو فشل عشان ما وصفش the space between the nucleus and the electron? بيت هيقلي الراجل فشل عشان هو ما وصفش الموهمنت بتاعت مين? الالكترون. يبقى ليبقى عشان هو didn't explain it didn't explain the nature of the movement of the electron around the nucleus. اللهم هي بتلف? فحاجة اسمها special orbit. طب ازاي? ما عرفش. يعني معنى كده فشلوا بسبب ان هو ما وصفش حركة الالكترون. which of the following are not deflected by the effect of charged plates. charged plates دي معناها برضو جزء بوستف وجزء negative. يبقى اخب بالك ان انا ممكن اقول عليها electric field او اقول عليها charged plates او اقول magnetic field كلهم نفس المعنى. تمام? بس الفرق في الماغنيتك فيلد ان هو north وايه? وساوس. تمام? والله يا مستر لو رحت جبت دلوقتي جزء بوستف وجزء negative. بيقول لي مين في دول اللي مش هيتقصر? ihnoke il newungen es. بتاعة huyden هو اي nukleus. اشاريتها ايه حبيب قال بмыster postoff. يبقى انا لما اجيب anyo kuplas tau abgeht with gods ايش ابدي امشيها. هي اشاريتها ايه? postoff. فهتبدأ تتشد نحية مين? ال negative فدي اتقصارت غلط. طب اجيب ال alpha particles. ال alpha particles برضو اشاريتها ايه? post av. هتتشد مين? هتتشدي لل negative. غلط. طب اجيب كاسود ريز يا مستر. الكاسود ريز حبيب قلب المستر إشارتها إيه؟ إشارتها نيجاتف فو هي ماشية هتتشد نحية البوستف غلط اتأثرت طب أجيب يا مستر هايدرجين أتوم أتوم الأتوم يا مستر كنا بنقول إن هي ملها؟ كنا بنقول إن هي إلكتريكالي أيوة سمعني نيوترال متعدلة لا هي بوستف ولا هي نيجاتف فو هي ماشية هتمشي لا هتتشد نحية بوستف ولا نيجاتف يا مستر يبقى الحاجة الوحيدة اللي صح هي الهايدرجين أتوم هي اللي هتمشي في ستريت لاين لنحية ده ولا نحية ده السؤال اللي بعده بيقول لي بيقول لك والله لو أنا بدلت الكابر واير ده الكابر واير ده بيمثل عندنا الكاسود بدلتوا بدل ما هو كابر حطيت higher هل مت court بتاعتنا هتتقصر؟ قلنا يا مستر عايز تشيل الأند والكاسود اللي اتنين مش الكاسود لوحده عايز تشيل الجاز اللي به هو وتحط جاز كديد اعمل اللي نفسك يا مستر كده كده الكاسود ريه هتبدل تطلع من الكاسود للأنود لو إحنا تتشعل بنا يعني يا Saaritها كنا بنقول والله إحنا بدلنا الخاسود لقينا زى same result بدلنا الجاز لكنه لقينا زى same result فساعدها يا مستر عرفنا ان الكاسود رايز فاوند ان اول ماتيريالز يبقى مستر هنا ايه اللي هيحصل فبالتالي يا مستر لما هاجه اوصف لها اقول له هو مفيش حاجة حصلت ليه عشان كده كده مستر الكاسود رايز فاوند ان اولي ماتيريالز موجودة في كل الماتيريالز بش بس موجودة عند الكبر مين في الالفا بارتكالز اي ولا بي ولا سي هيعدي ويعور النحية التانية في نفس المكان قابل وبعد قابل وبعد يعني احنا لو عندنا هنا الالفا بارتكالز بتاعتنا ادي ايه اهو مسلا ودي بي اهو مسلا ودي سي اهو مسلا تمام دول يا مستر الفلاشز بتاعتهم عالميتال بليت اهي هروح انا وانتا دلوقتي ونجيب حاجة اسمها الجولد فويل ونحطه في النص فاشيل بقى الالفا بارتكالز دلوقتي تمام ونشوف لما نحط الجولد قدامهم ايه اللي يحصل فانا هجيب جولد هنا وحطها وهجيب جولد هنا وحطها وهجيب جولد هنا وإيه وهحطها والله اول الفا بارتيكال يا مستر بتاعنا نبصك عشان ارسمهم لك صح? اول الفا بارتيكال وهي معدية فهي خبطت هنا. هل هتعدي واتعلم في نفس المكان الناحية التانية? لا مستر مع الاسب دي هترد. ليه هترد? عشان هي خبطة فين? في النيوكليس. طب اللي بعدها يا مستر بص بيه. بي لقيناها معدية قريب او من نيوكليس. فاللي بيعدي قريب من نيوكليس بيعمل حاجة اسمها فلقيت ان بي علمت فين? هنا. طب وهي في الاول كانت معلمة فين? هنا. هو بيقول لي قبل وبعد في نفس المكان. لا يا مستر. بي قبل كانت هنا بعد بقت فوق. يبقى معنا كان برضو دي غلط? طب بص سي. سيا مستر وهي معدية عدت في الحتة الفضية. فراحة تعلمت تاني هنا. يبقى قبل هنا وبعد هنا يبقى قبل وبعد الجمد فوق ليه هي علمت في نفس المكان. يبقى اللي هيعلم في نفس المكان انهي واحدة في الالفا بارتيكال ايه ولا بيه ولا سي? سيا مستر طب ليه? عشان سيا مستر معدية في الـ space بتاع القاتم إنما بي معدية جنب الـ nucleus فهيحصل deviation إنما إيه يا مستر معدية هتغبط في الـ nucleus فهيحصل pounds back هتربط إزاي نقدر نحول الـ iron into gold ها بي تشينجي هايوة ذا إيه يبقى نغير الـ ratio بتاعة الفور نغير الـ iron يبقى إيه يبقى gold السؤال اللي بعده بيقولك إيه ده رايح ناحية الـ nucleus إنما بي إنما بيبقى هو معدية جنبها ماشي سيبقى يا مستر move in the space surrounding the nucleus of atro الراجل ده معدية بعيد خالص عن حاجة اسمها يا مستر عن حاجة اسمها nucleus يعني معدية في الـ space بتاع الـ atro جميل السؤال بيقولك إيه complete the path of the three particles كملي الرسم طب لما كملك الرسمة الراجل ده رايح يغبط في الـ nucleus فهيغبط وهيرد طب الراجل ده معدية جنب الـ nucleus فهيعمل حاجة اسمها deviation الراجل ده مستر معدية 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 عشان هو بعيد عن حاجة اسمها nucleus يبقى كملناه الرسم تاني حاجة قولي ليه؟ احنا استعملنا كمية كبيرة جدا من الـ alpha particles ماستعملناش كمية قليلة تعال اقولك ليه؟ هنستعمل كمية كبيرة من الـ alpha particles عشان نبدأ نجيب ما بين الـ alpha particles اللي عملت والـ alpha particles اللي عملت والـ alpha particles اللي عملت يعني بالإنجليش بنقول عشان نبدأ نعمل حاجة اسمها يعني نبدأ نتخيل شكل الـ atom بس على اساس علمي وتجربي مش فهم حاجة يا مستر يعني دي الإجابة اللي المفروض نكتبها بس ليه؟ ليه؟ ليه هي دي الإجابة؟ هقولك أنا ليه دي الإجابة؟ كل لما عدد الـ alpha particles اللي موجود عندنا يكون كبير كل ما الـ ratio بتاعتك هتكون أوضح عايزك تدخيل معايا الـ experiment دي لو احنا عاملينها بتلاتة alpha particles إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي واحدة ردد واحدة يا مستر عمل الـ deviation واحدة يا مستر امت جاء عملة واحد تاني يقول لي آه عندك حق صح؟ ما كده الأتوم كلها عاملة عملة عملة نيطل عشان واحد إيه؟ عدى واحد ام جاء عمل deviation طب اللي عدى ده يقولك لأ ما في حتة فوق صغيرة خالص ينفع واحد يعدي منها لكن لما كبرنا العدد وخلنا 15 20-30 ألف لقنا إن 20 ألف عدى منهم 19 ألف يبقى معنى كده إن الأتوم فاضية خالص ولقنا إن مثلا 5-6 عملوا pounds pack ويعمى ألف عملوا deviation فبدأنا نتخيل الأحجام إن أغلب الحجم فاضي عشان فيه عدد كبير عدى وبما إن إن فيه عدد صغير جدا رد فعرفنا إن فيه حاجة صغيرة خالص في النص وبما إن إن فيه عدد صغير بس مش صغير جدا يعني عمل deviation فقلنا خلاص يبقى اللي في النص دي لها أشارة فكل لما العدد يكون أكبر كل ما هتبدأ تتخيل صح بسبب إن هيبدأ يظهر فروقات بس كل لما العدد يكون صغير كل ما شيبقى فيه فرق كبير فمش تقدر تقول إن أغلبها فاضي لا مش أغلبها فاضي طبما هي واحدة معدية طبما هي واحدة معدية دي بقى معدية من حتى قد كده يبقى عشان كده بنقولك بس ريشيوس صح بقى يعني يبقى نرشيوس كبيرة فروقات كبيرة فبنقول ما بين اللي عدد ما بين الـ عشان نبدأ نتخيل على أساس تجروبي على أساس إحنا شايفينه قدامنا تمام؟ كده حبيب قلبي أكون خلصتنا وإنت كده معلم هتمتحن بقى إيه؟ كويز بس كويز هتمتحنه فين؟ على الويب سايت فلو مش عارف بتسجل إزاي قلت لك انزل في الـ عشان تشوف بنسجل إزاي واشوفك أنا وإنتا إن شاء الله في لسون تو مع حكاية عم بور الراجل ده أخذ جايزة نوبل عشان عمل حوار جامد أواجد عندي الراجل ده بص هنقلب الدنيا أنا وإنتا الفيديو اللي جاي أشوفوا أشوفكم على خير مع السلامة